أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التوسع في الفترة المقبلة في الزراعة التعاقدية خاصة في الزراعات المستهدفة جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة موقف تطبيق الزراعات التعاقدية وتوفر السلع المختلفة حيث لفت مدبولي إلى ضرورة الاهتمام بالتوسع في المنظومة مع تحفيز المزارعين خاصة للزراعات المستهدفة مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق للتأقد من توافر السلعي الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقبة على الأسواق وأشار بيان مجلس الوزراء إلى موقف الاحتاطي من بعض السلعي الاستراتيجية ومنها القمح مؤكدا أنه يتوافر حاليا مخزون يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.7 شهر ترجمة نانسي قنقر